هذا عسل الحمضيات هو في الواقع أصفر ذهبي اللون لكنه الآن في الكاميرا يظهر أنه أحمر نوعا ما ولكنه أقل قوة وأقل قتامة من عسل الشوكيات وهذا عسل الحمضيات أو عسل الموالح نجنوه في نهاية أفريل وبداية ماي شهر 5 هذا عسل الشوكيات أكثر لون من هذا يعني أكثر قتامة منه نجنوه في نهاية شهر 6 عفوا في نهاية شهر 5 شهر ماي وهذا عسل الكاليتوس أو عسل الأوكاليبتوس لاحظوا كيف أنه لونه داكن جدا أحمر شديد الدكانة أو قوي جدا هذا نجنوه في نهاية شهر 6 جوان وفي شهر 7 حتى لشهر 8 لحسب المناطق لاحظوا تدرج في الألوان هو مش واضح في الكاميرا لكنه بالعين المجرد واضح أنه هذا قاتم جدا هذا أقل من نوع الماء وهذا أصفر ذهبي وشفاف يعني حتى أنه لما أضع يدي في الخلف تظهر يلا تابعونا نكمل التجربة مع بعض إذن كما نشوفه أصدقائي الميزان تعنا روى مضبوط في السفر بعدما ضبطناه بشكل جيد الأعسال راهي أمامنا الكمية نصف لتر من عسل الكاليتوس نصف لتر من عسل الشوكيات ونصف لتر من عسل الحمضيات أو الموالح المهم إحنا للتجربة تعنا هل نفس الكمية من أعسال مختلفة لها نفس الوزن أم هناك اختلاف أو فارق في الوزن تابعوني نبدأ مع بعض بعسل الحمضيات والميزان يسموه اللي ما يحشمش أو اللي ما يكذبش راح يخبرنا بالميزان مباشرة عسل الحمضيات نصف لتر بالومبالاج بالعلبة الزجاجية جابنا عشرة ثلاثة وثمانين يعني ألف وثلاثة وثمانين كيلوغرام وثلاثة وثمانين غرام المهم عشرة ثلاثة وثمانين سجلوا عندكم هذا الحمضيات نروح نصف لتر من الشوكيات شعال جابنا عشرة ستة وثمانين يعني حوالي أو خمسة وثمانين حوالي الزج جرامات فارق بين عسل الحمضيات وبين الشوكيات أكيد عندكم توقع الآن فيما يخص عسل الكاليتوس أحنا أنتم كل واحد يكتبنا التوقع التعو وزن نصف لتر من عسل الكاليتوس مقارنة مع هذا الزج أكثر أقل أم يساوي وأنا راح نجاوبكم مباشرة بالميزان عشرة ثمانية وتسعين يعني ثمانية وتسعين يعني فارق كبير جدا بين عسل الحمضيات وعسل الشوكيات اللي كانوا متقاربين في الميزان بين ثمانين أو ثلاثة جرام مش حاجة كبيرة لكن عسل الكافور أو الكاليتوس عشرة ثمانية وتسعين يعني الفارق كان كبير جدا بين هذا الزج طبعا هنا الفارق في وزن العسال هنا يعود إلى عدة أسباب كثافة العسل والمكونات اللي فيه تختلف من نوع إلى آخر وهناك أيضا عامل الرطوبة عامل الرطوبة أيضا يختلف من عسل إلى آخر فعسل الربيع معروف أنه فيه رطوبة كبيرة جدا لذلك يكون قوامه خفيف هكذا ولزج حتى طعمه يكون مثل رحيق الأزهار ما يكونش طعمه قوي جدا ولاذع عسل الشوكيات هو العسل الذي نجنيه مباشرة بعد الحمضيات غالبا غالبا ما يكون فيه ضقايا الحمضيات زائد الشوكيات يكون أكثر منه في اللون شوفوا هنا الصورة ربما مايش واضحة تماما في الكاميرا لكن في الواقع أو بالعين مجردة هذا رأى أصفر ذهبي وهذا رأى أصفر مائي للبني باش نكون في الصورة بأن الإنسان ما يختلط عليه الأمر لكن الرطوبة هنا وهنا تقريبا غير مختلفة بشكل كبير جدا لماذا؟ لأن هذا جنيناه في بداية شهر 5 في شهر ماي وهذا في نهاية شهر 5 أو في بداية شهر 6 شهر جوان لذلك فالأجواء لم تكن حارة بما في الكفاية لكي يتبخر الماء الموجود في المكونين هذا الزوج طبعا كلما تكون الرطوبة كثيرة كلما المكونات الأخرى راح تكون كثيرة في العسل الآن لما نجون شوفوا عسل الكاليتوس أو الأوكاليبتوس نفس الكمية من العسل لكنها أعطتنا حوالي 10 جرام فارق وهذا راجع أولا إلى نقص الرطوبة في العسل هذا في عسل الكاليتوس وكثافته وغيناه بالمكونات الأخرى الرحيق الذي يحضره الناحل في فاصل الصيف كثافته تختلف تماما عن الرحيق الذي يحضره النحل في فاصل الرابع لا أريد أن أقدم دراسة مخبارية لأنه هنا المعطيات راح تتغير ورح نتعمقه كثيرا ولكن احنا بصفة عامة تجربة تعنا بينتنا أنه نفس الكمية من أعسل مختلفة تعطينا موازين أو قراءات مختلفة في الميزان وهذا راجع إلى نسبة الرطوبة التي تختلف من عسل إلى آخر والمكونات وكثافتها في الأعسل هذه وللأسف تمنيت له كان عندي عسل السدر وأعسل أخرى مثل أعسل المقرمان أو أعسل اللباينة أو السنيرية أو الجزر البري لكي تكون التجربة أكثر اقترابا من الواقع والأرقام تكون واضحة جدا ولكن عموما أعتقد أنه الآن الفكرة واضحة لذلك أسعار العسل تختلف من نوع إلى آخر فتجد أنه عسل الحمضيات هو الأقل في السوق وتجد أنه عسل الشوكية أغلى منه وتجد أنه عسل السدر مثلا والكاليتوس السدر ها هو مكانه هنا ولكن للأسف غير موجود اليوم تجد أنه السدر عفوا الكاليتوس والسدر أغلى من العديد من أصناف العسل وهذا راجع إلى مكوناتهم وإلى لزاجتهم وكثافتهم وغناهم بالأملاح المعدنية وبمكونات أخرى هذا هو الذي يعطينا الفارق في قيمتهم الغذائية وقيمتهم المادية في السوق للإشارة فقط وقبل أن أختم الفيديو أصدقائي الأعسل تقريبا كلها تتجمد أو تتبلور تتبلور بأشكال مختلفة وممكن منها من تتبلور على شكل طبقات منها من على شكل حبيبات رملية منها من تتجمد على شكل كتلة واحدة لكن في النهاية هذا لا يعتبر أن العسل مخشوش ولا مضروب أو ناقص جودة لا أبدا عسل طبيعي وهذه خاصية من الخصائص التي حباه الله بها أنه يتجمد لكي يحمي نفسه ويحمي خصائصه الموجودة بداخله لكن مدام العسل يأتينا من مصدر موثوق يعني من الطبيعة إلى العلبة بدون تدخل الإنسان فهو عسل طبيعي وسليم مهما كان قلنا التجمد ما هو معيار لأنه في بعض الأعسال مش تتجمد فقط في العلبة وإنما تتجمد في الإطارات يعني النحل وهو يخزن في العسل هذا وهو يتجمد له في الإطارات لو ميال دو كولزا لو الواحد يبحث عنه يشوف أنه في أوروبا وفي كاندا العسل هذا يتجمد في الإطارات ولغم ذلك فهو عسل طبيعي وممتاز ومفيد وفي فائدة عظيمة للجهاز المناعة لجهاز التنفس للحساسية للأطفال للكبار للصغار يعني ممتاز جدا لذلك فأدعو الزبائن أو الأصدقائنا الذين ليس لهم خبرة في ميدان العسل أن لا يحكموا على العسل من التجمد أو التبلور أيضا النحالين الذين يبيعون العسل فلا يستمعون إلى هذه الأصوات المخيبة المحبطة ولكن أنت مدام تعرف منتوجك وتعرف مصدره وأنت واثق من نزاهتك ومن نزاهة عملك فإن شاء الله تقدم المنتوج هذا لزبائنك ورأسك مرفوع ولا تخشى شيئا المهم دمتم في رعاية الله وحفظه وقبل أن أنسى أدعوكم دائما للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لأنه من غير تفعيل زر التنبيهات الفيديوهات التي ننشرها بشكل دوري مش راح توصلك لذلك فضروري الاشتراك والتفعيل زر التنبيهات لكي تصلك هذه الفيديوهات أولا بأول ولحظة بلحظة ثقتي فيكم كثيرة يعني قبل ما تروح تضغط على هذاك أروف الأسفل هذاك وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته